رسول الله الأمين محمدي وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين السلام عليكم مشاهدنا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة عنوان حلقة الليلة موقف ابن تيمية من سيدة نساء العالمين السلام الله عليها ورحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمان الحيدان مرحبا بكم سماحة السيدة أهلا ومرحبا بكم دكتور حياكم الله سماحة سيدة حياكم الله يعني لا بأس أن تقدموا خلاصة سماحة سيدة لما تقدم في الحلقة السابقة للمشاهدين الكرامنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآل محمد في الواقع بأن الخلاصة التي انتهينا إليها في الحلقة السابقة هي أن الزهراء هي أن فاطمة بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله هي سيدة نساء أهل الجنة وذكرنا في الحلقة السابقة أن السيادة التي تذكر في النصوص الواردة عن النبي الأكرم لأحد سواء ما ذكر للزهراء سلام الله عليها أو ما ذكر للحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة ليست هذه السيادة هي السيادة الاعتبارية الإجتماعية وإنما هذه هي السيادة التي تمثل درجات ومراتب القرب الإلهي إلى الله سبحانه وتعالى هذه نقطة أشرنا إليها النقطة الثانية قلنا أن السيادة هناك إنما هي فرع السيادة والمقامات العلية والمراتب والفضائل والدرجات الموجودة للإنسان في هذه الدنيا باعتبار أن الدنيا مزرعة الآخرة يعني كل ما يحصل عليه الإنسان من درجات ومقامات وقرب إلهي في الآخرة إنما يبدأ من هذه النشأة وهي النشأة الدنياوية وعلى هذا الأساس فمن كانت هي سيدة نساء أهل الجنة فبطبيعة الحال هي سيدة نساء العالمين في هذا العالم الدنيوي وهذا المعنى وهو أن الزهراء هي سيدة نساء أهل الجنة يتذكر المشاهد الكريم أن النصوص قرأناها كثيرة في هذا المجال ولكن من أهم تلك النصوص هذا النص الذي قرأناه من صحيح البخاري كما قرأناه في صحيح البخاري باب مناقب فاطمة وقال النبي صلى الله عليه وآله فاطمة سيدة نساء أهل الجنة هذه العبارة ماذا تخرج أنا بهذه الطريقة بيودي أن المخرج ألتفت جيدا وقال النبي فاطمة سيدة نساء أهل الجنة فإذا كانت فاطمة سيدة نساء أهل الجنة فبطبيعة الحال بالملازمة لا بد أن نقول هي سيدة نساء العالمين في هذه الدنيا طبعا هذا المعنى المشاهد الكريم إذا أراد أن يراجع فبشكل واضح وصريح ومفصل أشار إليه أيضا طبعا بعناوين مختلفة منها أنها سيدة نساء هذه الأمة منها أنها سيدة نساء المؤمنين في هذه الأمة ونحو ذلك هذه الأحاديث يمكن مراجعتها في سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني هناك في المجلد السادس القسم الثاني في الصفحة ألف وخمسة وثمانين من الكتاب هذه هي العبارة قال في الحديث ألفين وتسعمائة وثمانية وأربعين قال يا فاطمة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة يقول أخرجه البخاري ومسلم والنساء في الكبرى وابن ماجا والطحاوي في مشكل الآثار وابن ساعد وأحمد من طرق عن فراس عن عامر عن مسروق حدثتني عائشة أم المؤمنين قالت وتنقل الرواية بأنها صلى الله عليه وآله أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة إذن الخلاصة التي أنتهي إليها في جملة واحدة أن النصوص متواترة بلا إشكال بلا إشكال بلا ريب أن النصوص متواترة في أن الزهراء سلام الله عليها بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله هي سيدة نساء المؤمنين سيدة نساء هذه الأمة بل هي سيدة نساء العالمين وعلى هذا الأساس فهي سيدة نساء ماذا؟ أهل الجنة وهذا المقام بطبيعة الحال لا يمكن أن يتصور أن يصل إليه إنسان إلا إذا بلغ في مقام القرب الإلهي في أعلى الدرجات وإلا إذا كان وضع فاطمة كصحابية كأي صحابية أخرى من الصحابيات التي اللواتي صحبنا رسول الله صلى الله عليه وآله أو كان حالها كأي صحابي آخر من الأصحاب الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله فمن أين جاءت لها هذه السيادة سواء على نساء أهل الجنة أو على نساء المؤمنين أو على نساء هذه الأمة بطبيعة الحال لا يمكن إلا أن يقول لا سمح الله والعياذ بالله أن يقول قائل أن رسول الله أخذته العاطفة وقال في حق ابنته مثل هذا الكلام وهذا خلاف نص القرآن الكريم الذي يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يقع جزاكم الله خيرا هس طبعا هذا دكتور الآية التي قرأتمها لا تنطبق يعني لو فرضنا البعد عاطفي لا يسمى تقع أحسن جزاكم الله أريد أن أقول بأنه يقينا أن هذا الذي قاله لم يكن منطلقا من بعد عاطفي ليس معنى أن كل من طلق من بعد عاطفي لا سمح الله أنه تقول لا لا أريد أن أقول أن نص القرآن الكريم عندما يقول ما ينطق عن الهوى وهو يؤكد هذا التأكيد على بضعته الزهرى سلام الله عليه وأنها سيدة نساء أهل الجنة وأنها سيدة نساء المؤمنين وأنها وأنها هذا لا يكون إلا على أساس وحياني وهذا النطق لا يكون إلا على أساس الوحي فإذا كان الأمر كذلك فبطبيعة الحال لا يمكن لأحد أن يبلغ مثل هذا المقام العالي وهي السيادة في الجنة إلا إذا كان قد بلغ في هذا العالم في الدنيا أعلى مراتب الطاعة والعبودية والتسليم لله والطهارة أحسنتم والطهارة والتسكية لله والرسول أحسنتم لأن سمح سيد أهل الجنة نساء أهل الجنة كلهن صالحات فإذا كانت سيدة الصالحات ففي الدنيا صالحات وطالحات فهي سيدة الجميع سيدة بالملازمة العقلية التي لا مجال للبحث أحسنتم إذن صار واضحا سمحت السيد ولكن السؤال الآن كيف تعاطى الشيخ ابن التيمية مع سيدة نساء العالمين وهي على هذه الدرجة التي أجمع المسلمون ببخاريهم وغيرهم أصلا اتفقت الكلمات والعجيب أنه أيضا في منهاج السنة أيضا يعبر عنها بأنها ماذا سيدة نساء العالمين إن شاء الله ستأتي المناسبة وأقرأ أنه يعبر عنها يعني يقر أنها ماذا سيدة نساء العالمين إذا كان هناك مجال وقعا هذه العبارة أجدها حتى أنه يعرف يعرف المشاهد الكريم أنه هو أيضا يعتقد أنها انظروا إلى هذه العبارة هذا منهاج السنة لبن تيمية المجلد الرابع وتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم الذي أشرنا إليها مرارا وتكرارا يقول وَلَوْ قَالَ فَقَائِلٌ فَاطِمَا لَا تَطْلِبُ إِلَّا حَقَّهَا لم يكن إلى أن يقول فَكَيْفَ يَمْنَعُهُ يعني الخليفة الأول فَكَيْفَ يَمْنَعُ سَيِّدَةَ النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ حَقَّهَا إذن هو يقر أنها من هي هذه يعني بضعة المصطفى الزهراء ليست صحابية من الدرجة الثانية الثالثة من الطبق الرابع السادسة العاشرة ليس الأمر كذلك الإخوان أين هم من ابن تيمية الذي يقول سيدة نساء العالمين لماذا نكرون علينا هذا التعبير أبدا أبدا هذا التعبير ورد في كلمات الشيخ ابن تيمية قال فَكَيْفَ يَمْنَعُ سَيِّدَةَ نِّسَاءِ الْعَالَمِينَ حَقَّهَا يعني يقول هذا غير معقول بعد أن يعلم الخليفة الأول أن الزهراء هي سيدة نساء العالمين أي يعقل أن يمنعها حقها هسأ الآن هذا مباحثي الآن ما لدي أدخل مع الشيخ وإنما أريد أن أؤكد أن الشيخ ابن تيمية أيضا معتقد هذا المقام العالي لمن؟ للزهراء ولي فاطمة سلام الله عليها طيب إذن في هذه هي يقول سيدة نساء العالمين نعم 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 في مواقفها مع السلطة في زمانها أو عموما كيف تعاطى مع الشيخ ابن تيمية أحسن هذه القضية أنا بيودي أنه الإخوة أيضا يجعلون هذا البحث تحت عنوان معالم الإسلام الأموي لماذا؟ باعتبار أننا نحن ذكرنا في الحلقة السابقة أنه أساسا النهج الأموي والاتجاه الأموي كيف تعامل مع آل البيت وأنا عندما أقول مع آل البيت مقصودي من آل البيت يعني علي بل النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين لأنه بعد ذلك سنبين في معالم الإسلام الأموي أن معاوية والنهج الأموي ماذا أرادوا أن يفعلوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ستأتي الشواهج التي نشير إليها أنه كان يخالف سنة رسول الله مخالفة صريحة وواضحة وكان يقال له أن هذه هي السنة ولكن كان مصرا على مخالفة ومع ذلك يخرج بعض هؤلاء الذين وقعنا الإنسان ما أدري كيف أعمى الله هؤلاء بصائرهم يأتي إلى معاوية ويقول أمير المؤمنين معاوية أنا لا أعلم كيف لمن سبع لي ولمن خالف سنة رسول الله ولمن أصر على محو سنة رسول الله أن يسمى ماذا خليفة رسول الله وأمير المؤمنين أي مؤمنين إلا الطبقة التي هم يعرفونها وإلا واقعا نحن نربأ بأنفسنا أن يكون مثل هذا الإنسان مؤمنا فضلا أن يكون ماذا أميرا للمؤمنين وهذا بحثوا إن شاء الله لعله في المعالم الأخرى إذن في هذا الإطار يتذكر المشاهد نحن في قضية الحسين أشرنا النهج الأموي كيف تعامل مع مشروعية قتل الحسين وفضل ابن سعد عليهم أحسنتم وفضل قال بأنه أساسا قتل ابن سعد وعمر ابن سعد قاتل الحسين الناصبي أعظم ذنبا من قتل من؟ من قتل الحسين الأنظم من هذا الإطار أيضا نريد أن نفهم واقعا أن الشيخ ابن تيمية وبعبارة أخرى شيخ الإسلام ابن تيمية التي كتبت هناك رسائل متعددة للدفاع عنه وأنه يحب آل الرسول وأهل البيت سننظر في هذه الليلة لعله إن شاء الله إذا وفقنا ماذا تعامل مع سيدة نساء العام ماذا تعامل مع سيدة نساء أهل الجنة هذا لا أقول سيدة نساء العالمين وإن كان هو يعترف يقر بأنها سيدة نساء العالمين نعم أذكر جملة من الموارد بمقدار ما يسعه الوقت إن شاء الله في هذه الليلة المورد الأول الذي يشير إليه التفتوا جيدا أنا سأعيد عنونا المورد وبعد ذلك أقرأ العبارات بشكل واضح يعتقد الشيخ ابن تيمية أن طلب فاطمة حقها من الخليفة الأول يعني في قضية الفتاة الميراث نعم الميراث أو شيء آخر لا أريد أن أدخل المهم طلب يعتقد الشيخ ابن تيمية أن فاطمة سيدة نساء العالمين إنما كان طلبها حقها من الخليفة الأول للدنيا لأمر دنيا ومنع الخليفة الأول هذا الحق أو إعطاءها ما أرادته إنما كان لله وهذه كانت ماذا؟ للدنيا للدنيا يعقل أن ابن تيمية يقول هكذا في سيدة نساء أهل الجنة في سيدة نساء العالمين خلي أقرأ العبارة المشاهد الكريم هو فليقرأ العبارة معي في المجلد الرابع صفحة 244 أنا سأقرأ العبارة له يقول ثم هذه أيضا أقرأها منهاج السنة حتى لا يقول لنا قائل من أين هذا العبارة منهاج السنة لابن تيمية ثم من المعلوم لكل عاقل أن المرأة إذا طلبت مالا من ولي أمر واضح الكلام عن من؟ نعم عن الزهراء اللي طلبت المال وحقها ممن؟ من أبي بكر من الخليفة الأول اللي يعتقد الشيخ ابن تيمية أنه ولي الأمر طيب فلم يعطها يعني الخليفة لم يعطي هذا الحق لكونها لا تستحقه عنده باعتبار أن الشيخ أن الخليفة الأول كان لا يعتقد أن فاطمة لها الحق نعم وهو لم يأخذه ولم يعطه لأحد من أهله ولا أصدقائه يقول أن الخليفة الأول لم يأخذ هذا المال حتى يعطيه لأهله وأصدقائه وإنما أخذه حتى يعطيه لبن المسلمين طيب بل أعطاه لجميع المسلمين وقيل إن الطالبة هذه من تعابير التي هو دائما يحاول ماذا أن يلمح أنه لعله ليس صحيح مع أنه الروايات صحيحة تقول أن الزهراء ماذا غضبت لذلك والروايات في صحيح البقاري سنقروها وقيل إن الطالبة غضب على الحاكم كان غاية ذلك أنه غضب يعني على الحاكم لكونه لم يعطه مالا وقال الحاكم يعني الخليفة الأول إنه لغيرك لا لك فأي مدح للطالب في هذا الغضب بل للمانع المدح يكون جزاكم الله خير سيصرح لو كان مظلوما محظا لم يكن غضبه إلا للدنيا إذن الزهراء عندما غضبت على الأول كان غضبها لأجل ماذا لأجل حطام الدنيا لأجل مالك قليل وأحسنتم جزاك الله خيرا وهي تعلم بعد أيام أنها لاحقة أول لاحقين أول من تلحق أباها وسرت لذلك وهذه روايات صريحة عن أم المؤمنين عائشة بل بل عن أم المؤمنين عائشة أحسنتم يقول لم يكن غضبه لا إلا للدنيا كيف والتهمة عن الحاكم إلى أن يقول وذلك الحاكم يقول إنما أمنع لله وهي تطلب ماذا للدنيا تطلب للدنيا يقول لا يحل لي أن آخذ المال من مستحقه فأدفعه إلى غير مستحقه شوفوا كيف يلمح إلى أن الزهراء ماذا آه كانت تطلب أمرا حقها وليس حقها ليس حقها وهنا والعجيب هذا الأمر وهنا لا يعتذر للزهراء إنها اجتهدت فأخطأ كان المنطق أن يقتضي ماذا أن يقول أليس ألستم علمتمون أنتم تقولون يا مدرسة يا مدرسة بني أمية تقولون كلما خرج خارج على ولي أمره تقولون اجتهد ماذا فأخطأ ألم تقولوا من خرج على علي اجتهد فأخطأ وإن كان ناصغيا وإن كان كذا وكذا نعم لماذا لا تعتذر للزهراء لسيدة نساء العالمين يقول يقول كيف فأخذوا المال من مستحقه وأدفعه إلى غير مستحقه والطالب يقول طالب منه يعني الزهراء نعم والطالب يقول إنما أغضبوا لحظ القليل من المال تبين ها قيمة الزهراء عند ابن تيمين أنها غضبت على الخليفة الأول لأجل ماذا قليل من المال و لأيام لأنها أخبرها أبعدها ستة أشهر هذه الأيام أحسنتم لأجل هذا المال ولكنه إنما منع الأول ما منع لأجل ماذا الآخرة و إحقاق الحق و أنا واقعا هنا لا أحتاج أن أعلق كثيرا على هذا الكلام ولكن أنا أسأل هذا السؤال واقعا ألست أنت القائل في كتاب الصارم المسلول و في منهاج السنة و الكل يقول أنه إذا وقع الشجار بين الخلف بين صحابة رسول الله فلا نخوض في ذلك البحث ألستم أنتم القائلون ذلك لماذا لم تسكت أنت عن هذه القضية و انتصرت لطرف على طرف آخر و كلاهما ماذا و لم تحترم حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر أصلا صحابية حتى لو لم نفسرض أنها سيدة بلساء العالمين أليس هذا منطقكم و على الفضائيات تخرجون و تقولون بأنه ما وقع بين الأصحاب نضعه للتأريخ و لحكم الله سبحانه وتعالى ألا كان ينبغي أن تسكت عن هذه القضية وتقول بأنه لا أتكلم و لا أخوض في هذه لا أن تنتصر للخليفة الأول أنا الآن لستم محترضا أنه لماذا انتصرت للخليفة الأول لا لفاطمة لا لا أبدا أبدا أقول بأنه أليس منهجكم و نهجكم عندما خرج معاوية على علي بن أبي طالب وجدتم له ألف عذر و عذر و قلتم متأول و قلتم لا يؤثر على عدالتي و قلتم أمين الوحي و قلتم و قلتم و قلتم لماذا لا تقول هذا الكلام في الزهراء سلام الله عليها و إنما تتهمها بأنها ماذا من أهل الدنيا و إنما غضبت لأجل الدنيا و تطلب غير حقها و و العجيب و العجيب أنه هي من هي من لو قلت كان يتكلم عن إنسان أو عن إنسان لا قيمة له صحابي من الدرجة الرابعة و السابعة تعلمون أن الصحابة لهم درجات هي صحابية بتعبير رسول الله هي من سيدة نساء أهل الجنة هي سيدة نساء المؤمنين بل هي سيدة نساء العالمين كما أنت أقريت و قررت هذا في كتاب منهاج السنة هذا هو النقل إذن المورد الأول هو أنه يتهم 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 الزهراء البتول أنها طالبة للدنيا و أن أبا باكر طالب ماذا للأخير للأخير أحسنتم إذن لدينا فاصل سماح السيد و بعد الفاصل نعود لمواصلة الموارد الأخرى إن شاء الله مشاهدنا الكرام بعد الفاصل تابعونا و إلا إليه ما مال قلبي و صبا صلوا عليه والآل ما أهب الصبا صلوا عليه والآل ما أهب الصبا صلوا عليه إلا إليه ما مال قلبي و صبا إلا إليه ما مال قلبي و صبا صلوا عليه والآل ما أهب الصبا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه من وجنتيه استحيا النزيم والهوى والبدر لما طلّى محياه هوا من وجنتيه استحيى النسيم والهوى والبدر لما طلّى محياه هوا أذكى بروحي نار الهيام والهوى أذكى بروحي نار الهيام والهوى لا تعجبوا من فؤادي مؤمن ببدر دمّى خُولبا إِلَّا إِلَيْهِ مَا مَا لَقَلْبِي وَصَبَهُ إِلَّا إِلَيْهِ مَا مَا لَقَلْبِي وَصَبَهُ صَلُّوا عَلِيْهِ وَالْآلِ مَا هَفَّى الصَّبَى صَلُّوا عَلِهِ وَالْآلِ مَا هَفَّى الصَّبَى صَلُّوا عَلِيْهِ صَلُّوا عَلِيْهِ صَلُّوا عَلِيْهِ لما رآه ما ذا قطر فيه وسنى مما حواه من جمال وسنى لما رآه ما ذا قطر فيه وسنى مما حواه من جمال وسنى نوحيكم مشارك كرام جددنا نوحيي بصمحت سيد كمان حيدا مرحبا بكم بصمحت السيد حياكم الله إذن انتهيت من المورد الأول سمحت سيد المورد الثاني إذن المورد الأول أنه يتهم سيدة نساء العالمين بأنها في طلبها كانت تطلب الدنيا ولكنه في منع الخليفة الأول كان المنع لأجل الآخرة ويا ليته سكت عن هذه القضية المورد الثاني وهو أعظم خطرا من الموضع الأول ومن المورد الثاني أول التفتوا جيدا ماذا يقول يقول بأن أولئك الذين قالوا مع أن الذين قالوا هي الزهراء قالت نعم هي فعلت ذلك يقول بأن فعل الزهراء إذاء الخليفة الأول في غضبها وعدم رضاها عن الخليفة الأول لأجل منعها المال يشبه ما فعله المنافقون مع رسول الله صلى الله عليه وآله فيشبه فعل فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين بما فعله المنافقون عندما منعهم رسول الله المال وإذا تشبهت الأفعال تشبهت أنا واقعا أنه ما أدري كيف أعلق على هذه القضية قد السائل يتصور بأنه هذا كلام أيمكن أن يصدر من مسلم فضلا أن يصدر عن شخص يدعى له أنه شيخ الإسلام ويدعى له أنه محب لعلي وأهل البيت بل يدعى له هو المدافع عن أهل البيت انظروا إلى العبارة التي سأقرأها لكم من كتاب منهاج السنة في كتاب منهاج السنة يقول في المجلد الرابع من منهاج السنة مرة أخرى أقول وبإمكان المشاهد الكريم أيضا أن يرجع إلى هذا المعنى يقول في صفحة مائتين وخمسة وأربعين من كتاب منهاج السنة يقول أوليس قد ذم الله المنافقين أوليس قد ذم الله المنافقين الذين قال فيهم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضو وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فذكر الله قوما هذا كلام من؟ كلام الشيخ ابن تيمية فذكر الله قوما رضوا إن أعطوا وغضبوا إن لم يعطوا فذمهم بذلك يعني من؟ المنافقين الله ذمهم فمن مدح فاطمة بما فيه شبه من هؤلاء من هؤلاء؟ المنافقون بل يقول بأنه إذا قال قائل بأنه أحد أن الزهراء إن أعطيت حقها رضيت وإن منعت حقها ماذا؟ سخطت وغضبت إذن فعلها فعل من؟ فعل المنافقين فعل المنافقين وتشبه ماذا؟ وتشبه المنافقين يقول فمن مدح فاطمة بما فيه شبه من هؤلاء ألا يكون من هؤلاء؟ ألا يكون قادحاً فيها؟ يعني هذا الفعل الصادر منها يعد مدحاً لها؟ لا يعد قدحاً فيها؟ قدحاً فيها هذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يشبه عدم رضا فاطمة عندما منعها الخليفة الأول حقها يشبه ذلك بفعل من؟ المنافق بفعل المنافقين وأنتم تعلمون وهو واضح عند الجميع بأنه المنافق مؤمن أو ليس بمؤمن في الدرك الأسفل من النار هل سمو فقط في الدرك؟ ما أدري كيف ينسجم هذا الكلام مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله الذي قال ما يقق قرآن عن ما ينطق عنه هواء هو إلا وحي يوحى كيف ينسجم هذا أن فاطمة سيدة نساء المؤمنين وأهل الجنة وسيدة نساء أهل الجنة ولكنه الشيخ بن تيمية يقول بأنه لو أحد قال أن فاطمة غضبت لأجل منعها هذا المال فغضبها وسخطها كغضب من؟ أو يشبه غضب من؟ يشبه غضب المنافقين الذين إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطوا سمح سيدة قد الآن يتصل بنا بعض الأخوة يقول إذن هو يريد أن ينفي أن الزهرة لم تغضب أصلا الجواب لأنه صريح البخاري سيبين بأنه غضبت على ذلك هو سيقول سؤال جيد أقرأ النص نعم في البخاري في الصفحة 803 من البخاري هكذا هذا النص موجود في صفحة 803 من البخاري نعم سؤال جيد سألتموني تسمحوا لي أقرأ هذا النص في صحيح البخاري هذه الطبع اللي إحنا مرارا ذكرناها صحيح البخاري هناك في الحديث 4241 قال عن عائشة الرواية عن أم المؤمنين عائشة أن فاطمة عليها السلام بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله قال لا نورث أو لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكلوا وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله عن حالها ولها فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك إذن غضبت وسخطت أحسن أشد الصخط لأنه وجدت أشد الألم وأشد الغضب وأشد الصخط إذن تعبير ابن تيميل الآن لا يقول قائل هو يريد أن ينزهها لا 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 أبدا 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 كيف يقول فوجدت إذا كان يريد أن يقول أن فاطمة لم تغضب هذا خلاف ما هو صريح ما ورد في البخاري وعشرات المصادر الأخرى لأنه الوقت لا يسع هذا وهجرت ولم تكلمه إلا أن يقول بأنه لا إنما غضبت لأجلي بقرينة المورد الأول إنما غضبت لأجل الدنيا ولمال الدنيا فهذا الغضب له قيمة أو لا قيمة له يريد أن يقول لا قيمة له لأن الغضب إذا كان لله فله قيمة أما إذا كان لأجل حطام قليل فله قيمة لا قيمة بل مو فقط لا قيمته هذا يقدح ماذا يقدح في صاحب الطلب يعني يقدح في باطمة كيف تطلب أمرا دنيويا وأبو بكر إنما منعها لأجل ماذا لأجل الآخرة يقول فأبا أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته أحسن فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي ستة أشهر فلما توفيت إلى آخره أحسن إذن صريح الروايات هذا المعامل إذن السؤال المطروح واقعا نحن بين احتمالات الاحتمال الأول أن هذا الإنسان هو أموي بامتياز وهذا ما نعتقده نعم يعني أن الشيخ ابن تيمية وإن كان يحاول أن يظهر وأن يصبغ وأن يتظاهر أنه يحب أهل البيت ولكنه ماذا هو مبغض بامتياز لعلي وفاطمة والحسن والحسين والشواهد على ذلك كثيرا جدا وما ذكره جملة من أعلام المسلمين أنه ناصبي وأنه منافق إشارة إلى هذه المعاني التي أشهروا ليهم إما هكذا وإما أن نقول أنه نسي ما يوجد في البخاري البخاري الذي يقول التفتوا لي جيدا إخوان الأعزاء البخاري الذي يقول في صفحة سبعمائة وسبعة عشر من الكتاب هكذا يقول في صفحة سبعمائة وسبعة عشر في البخاري في هذه الرواية الرواية في الحديث ثلاثة آلاف وسبعمائة وسبعة وستين الرواية عن المسور ابن مخرم رضي الله عنهما قال أن رسول الله قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني أحسنتم إلا أن يعتقد بأنه وما هي قيمة أن يغضب رسول الله صلى الله عليه وآله فإن الله لا يغضب لغضب رسول الله أسن المارد أدخل ومن أغضب رسول الله فقد أغضب الله والذين يؤذون الله ورسوله أعد الله لهم لعنوا في الدنيا لعنوا في الدنيا هذا كما الألمان أدخل في ذاك البحث له بحث آخر مستقل عن هذا البحث ولكن فقط أريد أن يعرف أن هذا الإنسان ولا يقول لنا قائل أنه هذا الغضب إذا كان لله لا أبدا رسول الله أطلق كلامه قال فمن أغضبها فقد أغضبني فيه إطلاق فيه عموم سمه ما تريد لا يقول لنا قائل إذا كان وإلا رسول الله كان ينبغي أن يقيت يقول فمن أغضبها لله فقد ماذا أغضبني وإلا إذا أطلق إذا مطلق إغضابها هو إغضاب لمن إغضاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وآله لأنها بضعة منه لا 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 أبدا مع اعتذاري دكتور لا 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 ليست بضعة لا لا أعتذار بجدك الله خيرا وهذا الدكتور من تقول هذا أني أنا مفطر أن أوضحها لا أبدا ليس وإنما بلغت من المقامات ما بلغت نعم هي بضعة ولكن مو لأجل أنها بضعة رسول الله بل لأنها هي خير نساء العالمين هي من العترة هي سيدة نساء أهل جنة هي هي إلى غير ذلك يعني بضعة من روحي لا من بدني أحسنتم جزاك ما تريدون البعد المدن جاي كأن الشيخ كأن الشيخ ابن تيمية نسي هذا المعنى فاطمة فمن أغضبها ماذا أغضبني وهذا صريح أنه هو يشبه غضب فاطمة بالمنافقين ورسول الله يقول من أغضبها إلا أن نقول أن رسول الله كان أهل عاطفة وأهل هوى قال هذا الكلام هكذا وحاشا أن هناك مسلم يقول هذا الكلام ونسي أيضا ونسي أيضا إذا أكوق الدكتور فضلا ونسي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله يرضى لرضى فاطمة ويغضب لغضبها ولو بحثي هذه الليلة مو في هذا الحديث لأنه له مقام آخر ولكنه من باب الإشارة أنا أشير إلى بعض المصادر وإن شاء الله يكون البحث التفصيلي في محل آخر هذا البحث هذا البحث أنا في المقدمة خلي أشير ماذا يقول الشيخ ابن تيمية في هذا المجال الشيخ ابن تيمية في منهاج السنة صفحة 248 هذه عبارته يقول وقوله إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك فهذا كذب منه كذب ممن من الحل الذي ادعى النبي قال ماذا إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك ما رووا عن النبي صلى الله عليه وآله ولا يعرف هذا في شيء من كتب الحديث المعروف يقول هذا الحديث أساسا لم يعرف في شيء من الكتب المعروف من أين أكابه الحل نعم ولا له إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وآله لا صحيح ولا حسن إذن الآن كم قيد يوجد في كلامنا أنا بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت ثلاثة قيود أولا لم يرد في الكتب المعروفة ثانيا وإذا ورد في الكتب غير المعروفة ليس له طريق صحيح ولا طريق ماذا حسن إذن إذن إدعاء الشيخ ابن تيمية أهل الإختصاص لابد أن يلتفتوا يقول أنه لم يرد في الكتب المعروفة يعني مثلا لم يرد في صحيح البخاري لم يرد في صحيح مسلم هذا أولا وثانيا إذا ورد في غير هذه الصحيحين وكانت الكتب غير معروفة قول لابد أن ننظر إلى السند فإذا نظرنا إلى السند لا له سند صحيح ولا حسن ولا سند ماذا حسن هسا بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر ابن سليمان الهيثمي المصري المتوفى 807 من الهجرة تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطى منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة في المجلد التاسع صفحة 239 مائتين وتسعة وثلاثين هذه عبارة في الحديث رقم خمسة عشر ألف ومائتين وأربعة وعن علي قال قال رسول الله إن الله يغضب لغضبك ويرضى ماذا أما السند ماذا يقول يقول لرواه الطبراني وإسناده حسن ونفل حسن والصحيح يقول كذبون نعم يا ليت يقول ضعيف يا ليت يقول ضعيف يقول ماذا فهذا كذبون والكتب المعروفة كلها لم تكن يقول وكأنه مجمع الزوائد ليس من الكتب ماذا والطبراني ليس من الكتب هذا أولا وثانيا في الطبراني المجلد الثاني والعشرين صفحة أربعمائة وواحد الرواية طويلة عن علي قال قال رسول الله إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك في الحاشي يقول قال في المجمع وإسناده حسن هذا المورد الثاني المورد الثالث ما ورد أيضا في المعجم الكبير للطبراني المجلد الأول صفحة مئة وثمانية الرواية بعد أن يقول الرواية عن علي قال رسول الله لفاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك أنا بيودي أن المشاهد الكريم يوجد توجد هناك حاشية يقول في هامش الأصل المحقق يقول الذي حقق ماذا الكتاب والذي هو حققه أنا بيودي أنه هذه تخرج العبارة حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي الجزء الأول الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة من المعجم الكبير من المعجم الكبير للطبراني في الجزء الأول صفحة مئة وثمانية في يقول من يقول المحقق في هامش الأصل يقول هذا حديث صحيح الإسناد ليس فقط حسن وروي من طرق لا من طريق ماذا من طرق عن علي عن علي رواه الحارث عن علي وروي مرسلا وهذا الحديث أحسن شيء رأيته وأصح إسناد أرأت هذا المورد الثاني المورد الثالث في هذا المجال ما أشار إليه في تهذيب الكمال في المجلد الخامس والعشرين صفحة مئتين وخمسين تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ كما تعلمون المجل المتوفى سمع مئة وثين واربعين من الهجرة حققه الدكتور بشار عواد معروف مؤسسة الرسالة في صفحة مئتين وخمسين من الكتاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن يقول عفوا قال قال رسول الله لفاطمة إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك من غير أن يضعف أيضا يعني لم يضعف الحديث وكذلك ممن صحح هذا الحديث الحاكم أني سابوري في المستدرك طبعا يكون في علم المشاهد الكريم أنه الذهبي قال ماذا ضعيف ولم يقبل حتى أنه نكون على أمانة في هذه القضية ولكنه أشار إلى قضية واحدة لماذا ضعيف أنا بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت لماذا ضعيف قال لأن المشكلة في الحسين بن زيد بن علي قال لأنه ماذا منكر الحديث لم يحتج به ونحن عندما رجعنا إلى نجدنا أن الرجل مورد مورد الخلاف لأنه ماذا متفق على أنه ضعيف أو منكر الحديث من الذين قالوا هذا الكلام الكامل في ضعفاء الرجال للإمام الحافظ الجرجاني الطبعة الثالثة الجزء الثاني دار الفكر في صفحة ثلاثمائة وواحد وخمسين هذه عبارته بعد أن ينقل الرواية عن الحسين بن علي عن علي أن النبي قال لفاطمة يا فاطمة إن الله عز وجل يغضب لغضبك ويرضى لرضاك يقول وأرجو بيود أن تخرج العبارة وأرجو أنه لا بأس به إذن لم يضعف الجميع أحسن وأرجو أنه لا بأس به إلا أني وجدت في بعض حديثه النكرة أفترض أحسنت في بعض حديثي النكرة إلا أنه أرجو أن يكون لا بأس به وممن وثقه بشكل واضح الدار قطني كما ينقل في ميزان الاعتدال في ميزان الاعتدال الجزء الأول صفحة عفوا في تهذيب التهذيب اللي أنا ما جايب معي نعم لعله هذا لا ما موجود مع الأسف الشديد أنه يظهر أنه هذا أنا بالي 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 أحسنت هسا في ميزان الاعتدال لم يوجود هو طبعا في تهذيب التهذيب موجود للجزء الأول صفحة 423 اللي وثقه الدار قطني هناك وكذلك في ميزان الاعتدال في نقد الرجال تصنيف الحافظ الذهبي هناك بعد أن يشير إليه يقول الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي العلوي يقول وقال ابن عدي وجدت في حديثه بعض النكرة وأرجو أنه لا بأس به ثم ينقل الحديث عن نبيه قال لفاطمة إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك من غير ماذا من غير أن يضعف الحديث نعم لا يصحح ولكن من غير أيضا أن يضعف الحديث إذن بهذا اتضحى المشاهد الكريم يودي أن يلتفت أنه يقول الشيخ ابن تيمية هذا عن هذا الحديث أنه كذب وأنه غير موجود في الكتب المعروفة وليس له إسناد معروف لا صحيح ولا حسن واتضح بأنه موجود في الكتب المعروفة والمقبولة أولا وأن له لا أقل إسناد ماذا إسناد حسن خبز جيد إذا كان الله يرضى لرضى فاطمة ويغضب لغضب فاطمة رسول الله قيد كلامه قال إذا كان الله أو مطلقا قال رسول الله ذلك من الواضح أن رسول الله لم يقيد كلامه وحسنت مطلقا مطلقا يعني غضبه كغضب غضبها كغضب من رسول الله وغضبها كغضب من كغضب الله سبحانه وتعالى هسأ الآن لقائل لقائل وهم يحاولون يحاولون هذا المعنى بشكل واضح وصريح أنهم يؤكدوا عليه أن هذا الحديث موضوع وأنه كذب هسأفترض أنه تنزلنا معهم علميا يكفينا حديث من أغضبها فقد ماذا أغضبني فقد أغضبني هذا واضح لا يحتاج إلى أي بيان ومن الواضح أنه من أغضب رسول الله هل يغضب الله لغضب رسول الله أو لا يغضب يقينا يغضب لذلك هذا تمام الكلام أخي العزيز في المورد ماذا في المورد الطيب ثاني هل توجد موارد أخرى سمحت السيد جدكم الله خير من الموارد الأخرى التي توجد في كلمات الشيخ ابن تيمية والإنسان ماذا يعدد منها واقعا يعني يمكن واقعا يمكن يوجد أحد يدعى لها له أنه شيخ الإسلام ويتعامل مع سيدة النساء المسلمين أساسا أتحدى كل أولئك الذين يدافعون عن الشيخ ابن تيمية أنه تعامل مع صحابي أو صحابية بهذه الطريقة نعم تعامل تعاطى مع علي بهذه الطريقة أحسنت تعاطى مع الحسن بهذه الطريقة مشكلته مع أهل البيت تعاطى مع الحسين بهذه الطريقة أما عندما يأتي إلى الآخرين الآن ما لدي أذكر الأسماء لا أقل عندما يأتي إلى معاوية هل يتعاطى معه بهذه الطريقة عندما يأتي إلى يزيد وقرأنا له فيما سبق هل يتعامل معه بهذه الطريقة لا يحاول أن يجد له ألف عذر وعذر حتى يجعل عمله أسنبكى على الحسين هذا هو النهج الأموي الذي أنا أؤكده وأقول بأن المنظر الأساسي للاتجاه الأموي شيخ الإسلام ابن تيمية وأنت أقرأوه بهذه الروح يعني لا تقرأوه وأنتم تتصورون أنه مدافع وإنما أقرأوه بحالة نقدية سوف تجدون بموضوعية واقعا ستجدون مثل هذه المسائل شواهد كثيرة تثبت هذه الحقيقة إذا عندي وقت دكتور حتى أدخل إلى المورد الثالث المورد الثالث الذي ينبغي أن نشير إليه وهو أن عدم تكلمها مع الخليفة الأول وهجران الخليفة الأول حتى الممات هل هذا مدح لها أو هو قدح وجرح ماذا فيها فيها قد يقول قال مباشرة يقول لا إشكال ولا شبه نعم نعم هذا مدح لها لأنها بنت رسول الله لأنها بضعة المصطفى كما تفضلتم لأنها سيئة نساء أهل الجنة ولكنها اجتهدت ماذا فأخطأت على مبانيهم ولا نحن نعتقد أنها معصومة بنص حديث الثقلين ولكنه ذاك بحث آخر ولكنه نحن نجد أيضا على القاعدة على النهج الأموي أيضا بدل أن لا يخوض في هذه القضية حاول أن يكون ماذا داخلا في هذه المسألة وخائضا فيها ومرجحا لطرف على ماذا على طرف آخر أما قوله بأنه لم تكلمه وهجرته إلى الممات قرأناه قبل قليل ممن من صحيح البخاري أما انظروا إلى كلامه في منهاج السنة في منهاج السنة صفحة 243 ماذا يقول في منهاج السنة التفتوا جيد يقول وَمَن طَلَبَ أَنْ يُحْكَمَ لَهُ بِغَيْرِ حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تبين الزهراء ماذا كانت تريد؟ نعم تريد غير حكم الله أن يحكم لها بغير حكم الله ورسوله هذه هذه ما أدري أفحكم الجاهلية يبغون ما أعلم لا أدري أترك للمشاهد الكريم أن يحكم على هذا الإنسان في هذه الليلة أن فاطمة جاءت وطلبت من الخليفة أبي بكر أن يحكم لها ماذا بتعبيركم بغيري مع أنها هي التي قالت أفغير حكم الله أفحكم الجاهلية يبغون قال وَمَن طَلِبَ أن يُحْكَمَ لَهُ بِغَيْرِ حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَغَضِبَ يعني منه؟ الجهراء يعني هو أن يصرح أنها ماذا؟ غضبت وحلفة لأنها حلفت أن لا تكلمه إلى حتى الموت ما موت وحلف أن لا يكلم الحاكم ولا صاحب الحاكم لم يكن هذا مما يحمد عليه ولا مما يذم به الحاكم بل هذا إلى أن يكون جرحاً أقرب منه إلى أن يكون مدحاً هذا جرح في ماتنا من أراد أن يجرح فاطمة فليقول هذا الكلام إذن تبين أن صحيح البخاري عندما دين قل هذه الرواية وريد أن يجرح من؟ فاطمة هذا فهم الشيخ ابن تيمية هذا فهم شيخ الإسلام عن هذا الحديث الذي ورد ماذا؟ الذي ورد في صحيح البخاري كما قرأناه ولأن أؤكده مرة أخرى في صفحة 803 من الكتاب هذه عبارته يقول فأبا أبو بكر في صحيح البخاري أن يدفع إلى فاطمة شيئاً فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلة هذا الدفن ليلاً من الموارد الأخرى أحسنتم ثم ونحن نعلم هل سألتفت جيداً إلى طريقة إذن الطريقة أولاً يعتبر أن ما فعلته فاطمة بإزاء منع الخليفة الأول ما فعلته فاطمة يعد ماذا؟ يعد قدحاً فيها ويعد جرحاً فيها يعني إذا أردنا أن نضعها في الصحابيات المعدلات للمجروحات هذا نص عبارة الشيخ ابن تيمية نص عبارته أنه يقول هذا الفعل هو أولى أن يكون أن يكون بل هذا إلى أن يكون جرحاً أقرب منه إلى أن يكون ماذا؟ مدحاً مدحاً ماذا يقول الإنسان دكتور واقعاً؟ أنا أترك هذا للمشاهد الكريم إذن هو الآن يستحق أن يكفر لأنه جرح الصحابة بل بليه هذا هو قال لأن على ميزانه هو أحسنتم جزاكم الله خير وأنا اليوم جبت هذا الكتاب أصارم المسلوب أصارم المسلوب على شاتم من؟ أصحاب الرسول هناك في آخر الكتاب في صفحة خمسمائة وستة وثمانة يقول وأما من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم هذا يقدح أو لا يقدح هذا جرح وصل إلى الجرح ويصرح أقرب إلى الجرح وأما من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم كما وصفها أنها طالبة للدنيا فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير إذن قوله أنها طالبة للدنيا أولاً لا بد أن يعذر ماذا؟ وأن يؤدب على التهمة الأولى على التهمة الأولى نعم ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك وأما من لعن وقبح مطلقا يعني جرح يعني انتقص كما فعل الآن فهذا لتردد الأمر بين وأما من جاوز إلى ذلك وانتقصهم وفعل فعل وفعل فعل فقد خرج ماذا؟ من الدين من الدين وصار كافراً ومن شك في كفرهم فهو ماذا؟ كافر فهو كافر هذا أصال أحسن إذن حكم على نفسه بنفسه الآن أرضينا بحكمه أترك أترك الحكم لمن؟ المشاهد أترك الحكم للمشاهد الكريم قال بل هذا إلى أن يكون مرة أخرى بل هذا إلى أن يكون جرحاً أقرب منه إلى أن يكون مدحاً دكتور هذا المورد الرابع أنا عندي مورد واحد آخر إذا يتمحل تفضلون نعم عندنا تقريب خمس دقائق تفضل أو أقل جيد أربع دقائق وبعد المخرج يتهيئ إذا أكو مداخلات أنا أستمع إليها نعم وأما المورد الخامس الذي لا بد أن أشير إليه وهو أنه قال طبعاً هذا فيه هذا المورد الرابع وهو أنه أساساً غضبت وتألمت وكذا روايات صريحة كثيرة أكو يعني الآن لو تسمح لي دكتور هذه الرواية خلي أقرأها في المجلد الرابع من السلسلة الصحيحة في صفحة ستمائة وخمسين من السلسلة الصحيحة انظر ماذا يقول العلامة الألباني العلامة الألباني يقول فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري هذا أني كلها ماذا موجودة ووجودة الآن هل انقبضت فاطمة بهذا الفعل أم ماذا أم انبسطت بهذا الفعل نعم على أي الأحوال نعم إذا عندي وقت حتى أتخذ تفضلوا نعم ولكن عندنا اتصال ندخله ثم بل بل تفضلوا نعم معنا لأخذ زينب من العراق تفضلي تفضلي أخذ زينب عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلوا إن شاء الله تعالى لأنني ذكرت إلى الآن تكلمت عن موقف ابن تيمية فيما يتعلق بعلي وفيما يتعلق بالإمام الحسين وهذه الليلة تكلمت فيما يتعلق بالزهراء أما فيما يتعلق برسول الله إن شاء الله أعد المشاهد الكريم أننا في الأسابيع القادمة سوف نعرض موقف ابن تيمية من الرسول الأعظم صلى الله عليه وبركاته أحسنتم شكرا لأخذ زينب معنا لأخو عثمان من العراق تفضلوا أخو عثمان تفضلوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ويجاب السيد عثمان الزاهدي من السيمانية من العراق تفضلوا حياكم الله إن شاء الله يجيد العمر سيدنا سيدنا أسأل تنام التجير نعم شنو عم ماذا أريدنا أن بل أزحنا أريدنا أن توضح الرأي الإيمان العدي بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وآله بعده سيدنا الزهراء لابيعة لحضرة أبو بكر أريدنا أن نتوضع لأشكرك يعني السؤال ما فهمتم صلى الله عليه سيدنا يعني لو أعدت السؤال أخو عثمان السؤال ليس واضح أنا لا أدري الصوت أم السؤال ليس واضحا طيب أريدنا أن أتوضح لنا سيدنا نعم طيب أن أتوضح الرأي الإمام العلي عليه السلام بعدما طيب بعد وفاة رسول الله بعد وفاة بعد وفاة رسول الله سيدنا الزهراء لابيعة لأبو بكر ما ظهر إمام الحديد المقطع الأخير لم أفهمه نعم شكرا 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 اللي فهمت لعله لا يسأل بأنه أساسا الإمام علي ما دامت الزهراء كانت حيا لم يبايع وإنما بايع بعد ذلك لعله لا يسأل عن ذلك هذا له كما تعلمون بحث آخر لعله إن شاء الله نوفق كما هو موجود في صحيح البخاري أيضا في صحيح البخاري يقول فالتمس يقول يؤذن لها وكان لعلي من أفواه فلما توفيت استنكر فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر يبايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر يعني الأشهر الستة التي كانت فاطمة سلام الله عليها على قيد الحياة الإمام علي لم يبايع ماذا لم يبايع الخليفة الأول إذن إن شاء الله يأتي في وقت هذا في وقت آخر له بحث أخ حسن من المغرب تفضلوا عفوا عفوا الأخ حسن من السعودية تفضلوا السلام عليكم